موسيقى حسن أبو علي الشهير بحسونة ولا الطيب وخدوم طلع للدنيا لقى نفسه في بيت عيلة وكان الولد الصغير الوحيد في البيت فكانت بالنسبة لهم الواد مشاوير يقضي الطلبات ويشتري الحاجات ويغير لهم أزايز الببس من البقال ويقف في طابور العيش بالساعات وفي يوم بعتته جدته الحجة زينة بأله يرحمها يشتري شوي الطلبات من عند البقال ولأن الدنيا كانت فضية من حواليهم والمسافات كانت بعيدة عليه فبدلا ما يعدي من الغيط الكبير اللي جنب سور البيت كان بيختصر الطريق ويمشي من حارة ونس وسط الناس حسن أبو علي الشهير بحسنة وصل للمحل من جد مشاكل واشتري الطلبات وراجع من نفس الحارة باصس في الأرض وتايه من الحر اللي سيح نفوه وساعة الظهرية والدنيا هس هس وفجأة سمع بسبسط طفلة صغيرة تيجي كده 3-4 سنين قعد على شباك بيت ريفي دور أرضي بمستوى الحارة بالزمس بص حسنة لقى البنت قاعدة ومسكة مسك كرتون من بتوع زمان أبو أستكين على الودان ده ومش عارفة تركبه على ودانها البنت قالت له انت يا شاطر تعال عبسني الوش ده أنا مش عارفة أربط الأستك حسنة بص لقى أمها في آخر الشقة وقفة بتطبخ الغدع على وبور الجاز ومشهولة ومش واخدة بالها من الحكاية الست كانت جدة مرعبة ومليانة مليانة؟ مليانة إيه؟ دي كان وزنها على تقدير حسنة ولا ربع ترناطة حط شنطة السوق على الأرض ومسك المسك من البنت وركب أول أستك في ودانها الشمال وإذا بالأم يا مبارك التفت وتشوفه ماسك ودني البنت وترقع بالصوت الحياني مين ده يا بيت؟ انت بتعملي إيه؟ مين الودة؟ انت عايزة يا ابني يا لهوي انت بتسرق ده حرامي ده عايزة سرق البيت حياخد الحالة يلحقوني وبدأت تجري من جوة المطبخ للصالة على الشباك وفي إيدها كبشة الطبيق المنظر يا حضرات كان مرعب وهي بتجري زي مازينجر وهو رايح يلحق أفروديت اللي دايما بتنضرب وعمالة رج أرضية البيت تحت رجليها بزلزال قوة خامسة ريختر حسونا تخشب في مكانه وعينه برقت من الرعب وضربها بسرعة في عقله لو وقف عشان يشرح لها الموقف وهي خلاص جزمت بأنه حرامي ولازم يمسكوه قبل ما يسرق حلق البيت الحيلة مش بعيد ياخد علقة موت أو حتى يباد في التخشيبة ظلم وفي ثانية وبدون تفكير مد إيده أخذ الشنطة من على الأرض وطار مع الريح وهو مش سامع جل صدقات قلبه لغاية ما وصل بيتهم وترمى وراء باب الجنينة ياخد نفسه ومش مصدق إنه محدش وراء حظه كويس واليوم ده فهم معنى المثل المصري القديم اللي بيقول خير انتعمل شر انتلي وفهم إنه حلو إنك تساعد الغير لكن ما تحطش نفسك في مواقف مشبوهة عشان ترضي بعض الناس معلش جات سريمة وتعيش وتاخد غيرها يا أبو الحسن ترجمة نانسي قنقر